بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاجم الأمين فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي سيادة الأخ الرئيس محمود عباس أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض فأتقدم بالشكر لمعالي الأخ أحمد أبو القيط المنعام لجامعة الدول العربية وكوادرها على جهودهم في الإعداد لهذا الاجتماع المهم بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين في وقت يستدعي منا جميعا تكثيف الجهود لدعم صمود أشقائنا في الأراضي الفلسطينية الحضور الكرام يطبطوا محور اجتماعنا اليوم بوجدان كل عربي فبيت المقدسي هو قبلة المسلمين الأولى ولا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار والقضية الفلسطينية تراوح مكانها نجدد وقوفنا إلى جانب أشقان الفلسطينيين ونطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلية للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسبتها القدس الشرقية ونعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاكتحامات في المسجد الأغصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود فأي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها والأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأغصى المبارك وكنيسة القيامة انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وعروباتها وتثبيت صبود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية فهذا عهد الرسالة النبوية الهاشمية كما ورثناه عن جد الشريف حسين بن علي حين لبى نداء أبناء فلسطين قبل أكثر من مئة عام وفي إطار هذه المسؤولية تاريخية فإننا في المملكة الأردنية الهاشمية نخف إلى جانب إخواننا وأخواتنا المسيحيين في القدس في الحفاظ على كنائسهم وتصديهم للانتهاكات والاحتداءات عليها ونؤكد على التزامنا بالعدة العمارية التي حفظت الوئام والعيش المشترك في القدس منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام الحضور الكرام ستبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات القضايا العربية ونجدد تكييدنا على ضرورة توحيد الجهود العربية لدعم صمود الأشقاء الفلسطين على أرضهم وأشكر الجامعة العربية مجدداً على تنظيم هذا الاجتماع وأتمنى لكم بالتوفيق في جلساتكم ونقاشاتكم هذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله